خلينا أكيد كلنا نتكلم على مباراة القمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك اللي طبعاً انتهت بالتعادل 2-2 وجهة نظر الشخصية النادي الأهلي خسر النوك آوت خسر النوك آوت إيه هو النوك آوت؟ النوك آوت دايماً بنلاحظ في الملاكمة يعني فيه تشابه كبير جداً رغم اختلاف اللعبة بشكل كبير لكن النوك آوت موجود في الملاكمة في اللحظات اللي بيبقى فيها الملاكم مسيطر بشكل كبير جداً والمنافس في حالة يرسلها أعتقد لازم يكون فيه النوك آوت النادي الأهلي بداية أكتر من رائعة هدف مبكر عن طريق محمد شريف زي ما حضراتكم شايفين استحواز سيطرة كاملة على المباراة من تحضير من استحواز من هجمات ولكن انتهى الشوت الأول بنتيجة 1-0 فقط ويجي الشوت التاني عشان المنافس يرجع تاني لأجواء المباراة ويرجع تاني عنده المساحات وعنده المساحة وعنده القدرة كمان على التسجيل النادي الأهلي مبارح كلنا يعني كنا متفقلين جداً في أول ربع ساعة آخر المباراة أعتقد كان فيها شيء كبير جداً جداً من الزعل الزعل عودة المنافس نادي الزمالك بعد نتيجة التعادل بعد 1-1 بعدها بخمس دقيق نادي الزمالك بيحرز الهدف الثاني عن طريق شيكبالا وتنقلب الأمور حتى طبعاً التغييرات الموافقة جداً من كابتن سامي أمصان عن طريق طارق محمد طاهر طارق محمد طاهر بيحط كرة ولا أروع عليه صلاح محسن عشان يكون هدف التعادل خلينا نتكلم من وجهة نظر مختلفة شوية خلينا ناقش مع حضراتكم الموضوع بيبقى ماشي إزاي إزاي إن إحنا جماهير النادي الأهلي معظمها كان بصراحة كان حزين طب ليه حزين بالرغم إن إحنا كمان الشوت التاني ما كناش مسيطرين بشكل كويس وكان ممكن جداً بكل إعمال نادي الزمالك يحرز الهدف الثالث لكن كنا حزنانين عن زي ما بقول لكم مقولة النوك آوت في الوقت وده اللي تعلمناه من المدربين كبار جداً حتى على مستوى أوروبا أنا عاشت هناك وعارف اللي بكلمك فيه دايماً المدير الفني أو المدرب يقول لك في لحظات في المباراة ما فيش فريق بيبقى مستحوز طول المباراة المباراة رحة جاية في الوقت اللي انت متفوق فيه وعندك قدرة كبيرة جداً عن السيطرة وعن أنك تجيب أهداف الجانب الآخر يكون عنده توطر واضح جداً وده اللي كان موجود فيه نادي الزمالك مبارع في اللحظة دي لازم تعمل النوك آوت هدف بعده ضغط كبير جداً عشان تحرز الهدف الثاني عشان تعمل بعده ضغط كبير جداً عشان تعمل النوك آوت الهدف الثالث حضراتكم وده اللي حصل فيه مباراة الدور الأول هدف الأول الثاني الثالث خلاص سيطرنا ووصلت النتيجة في الآخر لخمسة ثلاثة حتى في الفترات اللي ممكن يرجع فيها المنافس أو نادي الزمالك للمباراة بيكون خلاص المباراة انتهت يعني اتقلت بلغة كورة الخدم فمباراة انبارح زعينا على الشوت الأول جداً الشوت الثاني كان طبعاً تغييرات الكابتن سامي أمصان وخلي بالكم كابتن سامي أمصان يعني كان عليه ضغوط كبيرة جداً جداً أول مباراة قمة بالنسبة له في وجهة نظري أعادرها بشكل جيد مش هقول بانتياز لكن كان في بعض الأخطاء أكيد على مستوى التغييرات على مستوى يعني الشوت الثاني وفتح الملعب بشكل كبير لكن زي ما بقول كابتن سامي أمصان له كل الاحترام وله كل يعني يعني المسندة من جماهير النادي الأهلي ومن إدارة النادي الأهلي لأنه مدرب واحد مدرب واحد وعنده خبرات كبيرة جداً جداً أكيد كان المباراة صعبة عليه كنا نتمنى الفوز أكيد النادي الأهلي دايما بلعب على الفوز يعني إحنا مش فرحانين بالتعادل لا إحنا زعلانين إحنا تعادلنا لأن النادي الأهلي دايماً بيبص للفوز ترجمة نانسي قنقر